ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله خمس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية وأوضحت مصادر جريدة إيسبريس الإلكترونية أن عناصر الضرك الملكي بالمركز الترابي خميس متوح كانوا يقيمون سدا قضائيا اليوم الخميس على مستوى منطقة بوعلالة حيث أعطى أحد الضركيين إشارة التوقف لإحدى السيارات الخفيفة التي كان على متنها ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة وشخص من دوي السوابق القضائية مبحث عنه بشبهة الاتجار بالمخدرات يرجح أنهم كانوا في حالة غير طبيعية وأردفت المصادر ذاتها بأن السيارة توقفت على بعد أمتار من السد القضاء وترجل منها المبحث عنه وصار في اتجاه عناصر الضرك وبعد التأكد منه حاول الضرك تصفيده إلا أن رافقه السائق قصد عناصر الضرك بسيارته وصدم الضرك الذي كان يحاول القيام بالإجراءات اللازمة في حق المبحث عنه ورماه أرضا بعد أن وجه إليه المشتبه فيه طعنة بواسطة سيف على مستوى الوجه ثم استقل السيارة إلى جانب رفيقه ولاد بالفرار إلى وجهة غير معلومة هذا وجر نقل الضرك بواسطة سيارة إسعاف نحو المستشفى الإقليم محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية وأمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالجديدة بفتح بحث تمهيدي في الموضوع مع تكتيف الأبحاث والتحريات بجميع السدود القضائية والمراكز الترابية التابعة لسرية الجديدة قصد الوصول إلى المشتبه فيهم وتوقيفهم قبل عرضهم على ممثل الحق العام بالجديدة لاتخاذ القرارات القانونية في حقهم كل حسب المنسوب إليه